بتؤثر في برنامج العلاج بيستغرق قد إيه والمدة الزمنية المتوقعة لرجوع اللعب وبيقلل من فرص أن إصابته تاخد وقت أكتر في العلاج أو تستمر أكتر في غيابه عن الملعب لو كلمنا قافة الاستشفاء هو بيقلل نسبة الاستشفاء بحوالي 70% يعني لو هو متكلم مثلا يصرع المدة الزمنية لها بنسبة 70% بالظبط يعني متوقع أنه لو لعب بالطرق العادية إصابته بيقول الطبيب أو الجهاز الطبي لنادي الأهلي أنها بتستغرق 10 تيام لإصابته من إجهاد أو شد أو واتفر إصابات ممكن تتعالج يعني فترة زمنية قليلة ممكن الجهاز ده حولها العلاج في 3 تيام بالظبط دي النسبة اللي هي تم تأكدها بالظبط طيب